بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين يا رب العالمين أما بعد أيها الإخوة الأحبة نستأنف لقاءنا لليوم الثاني بحضوركم حضور الفضل والعلم والأدب وحب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشاء ما تحركنا فالذي يأتي بنا إلى هذه المجالس هو ابتغاء العلم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك قربه فأنا أتشرف بحضوركم وأتشرف بالحضور معكم وأتشرف بحضور أخي وعزيزي وحبيبنا السيد دكتور إدريس الفاسي حفظه الله والأصل في حضوره أن يكون هنا ولكنه جلس مستمعا متفضلا لنستمد من علمه وفضله ومن النظر إليه وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من أحد الصحابة أن يقرأ عليه قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري والسيد يستن بهذه السنة فهو يريد أن يسمع من غيره ما هو أحق به وهذه أخلاق أهل العلم والفضل والسيادة فجزاه الله خيرا وجزاكم أجمعين أيها الإخوة الأحبة أحد المحبين الشعراء يقول أحبايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله أحبايا أو أخلايا إن شط الحبيب وربعه إذا كان هناك بعد مكاني وبعد زماني وعز تلاقيه وهذا هو بعد الزمان وناءت منازله وهذا هو بعد المكان وفاتكم أن تنظروه بعينكم لهذا الحاجب ولهذا البعد فما فاتكم بالسمع هذه شمائل فعندما نستمع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نستمع لذكره وإحياء ذكراه فكأننا رأيناه وكأنه عاش فينا وعشنا معه وعشنا في عصره وزمانه ومكانه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يتخذ من الوسائل ما يقربه إلى الكينونة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في قلبه وقالبه ليتأسى وليتبع وليقتدي ليكون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة وفي هديه الشريف حاضراً فينا وفي حياتنا تحدثنا أمس عن بعض المقدمات بين يدي هذا الكتاب الذي هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة وذكرنا أن من فنون التأليف لدى العلماء في السيرة ما هو المطول وما هو المختصر وهذا الكتاب للحافظ عبدالغني ينتمي إلى النوع الثاني من الكتب وهي الكتب المختصرة والعلماء كما قلنا خاطبوا أكثر من فئة فمن أراد الاستيعاب فله ومن أراد الاختصار فله كما يعبر في عصرنا اليوم بالفئة المستهدفة عندما يريد أن يؤلف مؤلف أو أن يتكلم متكلف أو أن يتحدث متحدث فلابد أن يلاحظ المستمعين ولابد أن يعرف المتلقين ولابد أن ينظر إلى من سيستفيد من كتابه أو من خطبته أو من حديثه وهكذا هذه الفكرة هذه الفكرة ليست حديثة وليست مبتكرة لغربي أو لشرقي لا، إنما هي فكرة أصيلة لدى علماء المسلمين هم الذين وضعوها وأصَّلوها وفصَّلوها ولهذا، وهذا تنوَّعَت كُتُبُهُمْ لا يستغني عنها أحدٌ من المسلمين إذن، هذا لعامة المسلمين لا بد أن تكون هذه المعلومات التي انطوت عليها هذه الصفحات لا بد أن تكون معلومة لكل أحدٍ لكل واحدٍ من المسلمين وليس هذا الكتاب في هذا السياق فحص وإنما هناك أيضاً من سار على نفس هذا المنهج واقتفى هذا الأثر وهناك ابن سيد الناس مثلاً كذلك له هذا المختصر الجميل الذي سماه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون وهو عنوانٌ جميل وهو يلخّوها وكذلك يشير إلى محبةٍ كامنة في قلب هذا المؤلف عندما يختار هذا العنوان فهو يعد هذه المعلومات التي تتحدث عن سيرة الأمين المأمون هي نور العيون وقد صدق كذلك سار على هذا المنهج الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي الذي كتب هذا الكتاب وهو تلخيص أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر من بعده من الخلفاء هنا الحافظ عبدالغني أتبع السيرة النبوية بسيرة عشرةٍ من الصحابة وهم العشر المبشرون مرعي الكرمي نحى نحوًا آخر وقد تحدث عن الخلفاء تحدث عن الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك عن الخلفاء الأمويين ثم عن الخلفاء العباسيين وتوقف عند أواخرهم هذا المنهج أيضاً من الاختصار وهذه كتب مفردة ولكن هناك من اختصر أيضاً وأوجز وأبدع وأتى بمعلومات لا يستغنى عنها ولكن في صدر بعض الكتب وهنا نذكر الإمام قدوة العلماء الربانيين الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه فكذلك قد كتب سيرة مهمة وجميلة في كتابه تهذيب الأسماء واللغات وهو كتاب كذلك محقق يصلح للتدريس والمدارسة على مستوى الأسرة ومن السير المختصرة المهمة جداً كذلك والمدققة ما كتبه الإمام المزي في صدر كتابه العظيم تهذيب الكمال في أسماء الرجال السيرة التي كتبها الإمام النووي أفردت أحد الفضلاء أخرجها وطبعها بعنوان تهذيب السيرة النبوية وهذا العنوان من وضع ذلك الفاضل وليس من الأصل وربما كان فيه شيء من التجاوز بهذا العنوان وأنا أدعو وكنت دعوت من قبل إلى إفراد السيرة التي كتبها الإمام المزي لأنها سيرة محققة مدققة لما عرف عن الإمام المزي من إمامة في علم الحديث فهو قد أحسن الانتقاء وأحسن الاختصار فمن أراد أن يفرد هذه السيرة أو أن يقرأها مع أبنائه مع أسرته فليختر هذه السيرة في المجلد الأول من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الحافظ المزي عندما نريد أن نقرأ كتابا معينا لا بد أن نتعرف إليه لتكون الإحاطة به أفضل وأجمل وأكمل وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر فمن المناسب معه ومع كل كتاب أن نتعرف إلى العنوان أن نتعرف إلى منهج المؤلف أن نتعرف إلى مصادره أن نتعرف إلى ترجمة مؤلفه أن نتعرف إلى قيمته العلمية وإلى أثره في من بعده فهذا الكتاب المختصر إذا نظرنا إلى عنوانه استدللنا من هذا العنوان على المعنوان وهكذا ينبغي أن يكون العنوان أن يكون دالا على ما وراءه وللعنوان عند علماء المسلمين فلسفة وللعنوان التاريخ العنوان لدى المشارق مثلا غيره عند المغاربة والعنوان عند المتقدمين غيره عند المتأخرين لعناوين الكتب فقط فلسفة وتاريخ ما أظنه كتب كيف نشأ العنوان ومناهج العلماء في العنوان وفي التسمية وفي الاختيار الذي يختار السجع والذي يختار العبارات المرسلة ودلالة هذا العنوان وما وراءه مثلا عندنا كتاب الأم لكن لما عندنا كتاب الأب وهكذا لهذا حديث لا نخوض فيه الآن فهذا الكتاب يعرف بعنوانين يعرف السيرة النبوية ويعرف كذلك بالدرة المضية وبالعنوان الثاني ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون ويعرف أيضا بالنسبة إلى المؤلف الذي شرح هذا الكتاب وهو العلامة قطب الدين الحلبي وضع شرحا على هذا المختصر سماه المورد سماه المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الحافظ عبد الغني فهو قد نسب هذا المختصر إلى المؤلف فلم يسمه بالسيرة النبوية ولم يسمه مختصرا ولم يسمه بالدرة المضية والمخطوطات التي وصلت إلينا لا تذكر الدرة المضية ولكن الحاج خليفة رجل ثقة ثقة في قوله وثقة في نقله والعلماء كما قال العلماء مصدقون في أقوالهم وفي أنقالهم فإذا قالوا شيئا فلابد أن له أصلا والحاج خليفة عندما يذكر هذه الكتب إما أن يكون قد رآها وإما أن يكون قد نقلها عن غيره وفي كل الأمرين فلابد أنه رأى هذا العنوان إما مصطورا وإما مذكورا وعلى أي حال فهذا ما يتعلق بالعنوان وليس فيه كبير خلاف قال الدرة المضية نعم في السيرة النبوية هذا الكتاب له سبب فيما يذكر بعضهم وهو أن الحافظ عبدالغاني كان خارجا لعله يتنزه على بعض الأنهار وهناك دير ومعه صديق وصاحب وملازم له فالتقى هذا الصاحب بذلك الراهب فقال له الراهب حدثني شيئا عن أحوال نبيكم فكأن ذلك الرجل لم يستحضر في ذلك الوقت وللبغت بهته وربما كان الإنسان حافظا ذاكرا ولكن إذا جاءت الأمور هكذا على حين غفلة قد لا يسعف الإنسان البيان فرجع إلى الحافظ عبدالغاني وذكر له فلقنه أشياء وذكره بأشياء فذهب إلى الراهب وذكرها فقال هذه ليست منك هذه المعلومات ليست منك ثم التقى بالحافظ عبدالغاني وكان هذا سببا لتأليف هذا المختصر الذي قال عنه الحافظ بأنه لا يستغني عنه أحد من المسلمين فإذا لا بد أن نحفظ أو أن نستحضر وأن نقرأ وأن نذاكر وأن نذكر هذا المختصر مع أنفسنا مع أسارنا لتكون هذه المعلومات حاضرة فينا لأنفسنا ولغيرنا والأصل في طالب العلم أولا أنه يقرأ لنفسه ثم بعد ذلك يقرأ لغيره كان بعض العامة العامة سمع حديثا فاستعاده من الحافظ المحدث به فذهب الشيخ المحدث ليذكر الإسناد فقال له دعني من الإسناد أنا أريده لنفسي لا أريده للرواية أنا أتعلم لنفسي أولا فكان في ذلك درس من عامي لعالم لنا أن الإنسان يطلب العلم لنفسه أولا ثم بعد ذلك يفكر بغيره ولعل بعضنا اليوم إنما يتلقى أو يحرص أو يجمع من أجل التبليغ فيبلغ الغير ولا يبلغ النفس وفي ذلك تجاوز على حق النفس هذا الكتاب المختصر إذا نظرنا فيه لا نجد فيه شيئا من المصادر من حيث العناوين ولكن الحافظ عبدالغني نقل عن بعض العلماء ولم يسمي الكتب التي رجع إليها ذكر محمد بن إسحاق وذكر الزبير بن بكار وذكر البخاري ومسلم وذكر أبا معشر نجيح السندي وذكر موسى بن عقبة فقط وأحيانا يبهم القائلين ففي أكثر الموضع يقول قال بعضهم قال بعضهم ومثل هذا يحتاج إلى كشف اعتمد كذلك على القرآن في بعض المواضع والكتاب كما قلنا بالأمس هو كتاب متقدم ينتمي إلى القرن السادس الهجري لأن الحافظ عبدالغني ولد سنة أربعين وأربعين بعد الخمسمائة وتوفي سنة ستمائة ولد في فلسطين فهو فلسطيني الأصل وهاجر مع أسرته إلى دماشق وهناك نشأ وتعلم ثم تابع تحصيله في بغداد وفي المشرق ثم قدر الله له في آخر عمره أن يذهب إلى مصر وتوفي هناك ولم تكن حياته بالطويلة ولكن كان إنتاجه العلمي كثير وحبذ أن نتعرف إلى شيء من حياة هذا العالم المؤلف الجليل وهذا من حقي علينا ونحن نستفيد من علمه وهناك ترجمة رائعة لهذا الإمام الحافظ الصالح التقي العابد الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في هذا الكتاب وهو الزيل على طبقات الحنابلة للعلامة الكبير أبي الفرج عبد الرحمن إبن الرجب الحنبلي البغدادي الدمشقي متوفى سنة خمس وتسعين بعد السبعمائة وهذا كتاب تراجم وكتاب فقه وكتاب أدب وكتاب سلوك في آن واحد بعض الكتب تقتصر على معلومات قد تكون معلومات جافة تمنح شيئا من الأخبار عن الولادة والوفاة والتحصيل والانتقال ولكنها لا تخاطب القلب ولا تخاطب الروح ولا تغذي القارئ ولا تمتعه ولا تنفعه نفعا كبيرا ولكن هذا الكتاب للحافظ ابن الرجب من الكتب المميزة في كتب التراجم لأنه يشبع الترجمة علما وعملا وأدبا وفضلا وسلوكا وهذا ما نراه في كل التراجم التي تناولها الحافظ ابن الرجب رحمه الله وكان رجلا عالما حافظا فقيها متقنا وكان منصرفا للعلم وهذا سر الإتقان كان منصرفا إلى العلم انصرافا تاما وكان تقيا وهذا سر النفع أيضا قد ذكروا عن أنه تناول مرة في بعض مجالسه مع بعض إخوانه وأحبابه الكلام في الطلاق فأفاض وأفاض كالنهر إذا فاض ثم ذكر هذا الموضوع في مجلس من مجالس العلماء فسكت ابن الرجب كأنه لا يعرف عن الموضوع شيئا وفي هذا نوع الخشية والبعد عن المباهى وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ليقال قصم ظهور العلماء كذبت كذبت إنما تعلمت ليقال فهذا هو والله يعلم هو الذي جعله يسكت في ذلك المجلس وفي غيره ومن اللطائف أيضا التي تدل على انصرافه إلى العلم انصرافا تاما ما ذكره ابن المبرد في ترجمته في الجوهر المنضد في طبقات متأخري مذهب الإمام أحمد قالوا إن زوجة الحافظ ابن الرجب خرجت مرة من الحمام وتزينت وتعطرت وجاءت إلى الشيخ والشيخ منهمك يعني واضع الرأسه في كتابه وكراسي وهو يكتب فلم يلتفت وربما لما شعر بها فغضبت زوجته غضبا شديدا وقالت كلمة قاسية نابية قالت والله ما يريد أحدكم إلا من يتركه وذكر قالت مثل الكلب من شدة غضبها ولكن الشيخ لم ينفعل وكأنه لم يسمع وبقي مقبلا على علمه وعلى كراسه هل هذا صحيح أو لا أنا لا أحكم الآن أنا أروي ما ذكر للدلالة على انصرافه إلى العلم هذا الانصراف الذي أورث هذه الكتب العلمية المتقنة المحققة الرائعة كالذيل على تراجم الحنابلة وكتابه في القواعد مشهور وكتابه جامع العلوم والحكم كذلك من أفضل شروح الأربعين النووية ومن صلاحه ما ذكره حفار في دمشق قال جاء إلي ابن رجب وقال لي أحفر هنا فحفر قبرا فنزل فيه وقال هذا جيد قال فوالله ما شعرت إلا بعد أيام وجيء به جيء بالشيخ المهم نعود إلى هذه الترجمة والشيخ بسطة ترجمة الحافظ عبدالغني في صفحات كثيرة بلغت ستا وخمسين صفحة مع التعليقات للدكتور المحقق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ولا يمكن أن نستوعب هذه الترجمة في هذا الوقت إنما أنا أذكرها وأحيلكم إليها لمن شاء التوسع فيها ففيها خبر الشيخ في نشأته وفي رحلته إلى بغداد وفي تلقيه عن الشيخ عبدالقادر الجيلاني وقد أدرك من حياة الشيخ عبدالقادر في بغداد خمسين يوما قال ونزل هو الموفق عند الشيخ في مدرسته وكان الشيخ قال ليراعيهما ويحسن إليهما وقرأ عليه شيئا من الحديث والفق مؤلفات الشيخ كثيرة وكلها في الحديث النبوي ورحلاته متعددة إلى العراق والشرق وثم إلى مصر عبادته كانت عجبا من العجب قالوا بأنه كان يصلي من الضحى إلى الظهر ثلاثمائة ركعة نفلا ويقرأ في كل ركعتين الفاتحة والمعوذتين والدكتور المحقق انتقد عددا من هذه المعلومات التي ذكرت وما أراه قد أصاب فالإقبال على الله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة هذا منهج مقرر وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون لماذا ننتقد كثرة العبادة والحق هو الذي يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولا كانوا كثيرا ما ينامون مثل هذه التعليقات لا ينبغي أن تكون فيها نوع من التجاوز على العلماء إذن من أراد أن يقرأ فليعود إلى الذيل على طبقات الحنابلة ففيه ترجمة نافعة ماتعة إن شاء الله تعالى والآن ندخل في الكتاب المقرر وهو هذا الكتاب للحافظ عبدالغني ووددت أن أحضر الشرح الذي قام به قطب الدين الحلبي الذي كما ذكرت لكم هو المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الحافظ عبدالغني ولكن لم أجد منه نسخة مطبوعة قد حقق في بعض الرسائل العلمية في المملكة العربية السعودية ولكن ما رأيت له نسخة مطبوعة وهناك نسخة خطية في مجموع الدامات باشا في المكتب السليماني في اسطنبول وهو في أكثر من ثلاثمائة وثلاثين ورقة وهذا هذا الكتاب يبدو بأنه كتاب ماتع ومهم لأن الحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي رحمه الله عندما ذكره قال وذكر سيرة عبدالغني أيضا قال وكتب على كتابه القطب الحلبي المورد الهني وهو نافع جدا وقلنا وقلنا أمس بأن العلماء إذا قالوا كلمة فلها دلالتها ولها معناها ولها قيمتها ولسيما ممن يملك إطلاق ألفاظ الجرح والتعديل على هذه الكتب والسخاوي إمام حافظ عارف بأقدار ومقادير العلماء هذه الكلمة قالها السخاوي وهو نافع جدا قالها في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ وهو كتاب عظيم رائع يتحدث فيه عن فلسفة التاريخ عند المسلمين وأهمية هذا العلم وما ألف فيه وفروعه وأنواعه ومن ذلك علم السير علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه بالفنون التي ذكرناها أمس ما يحتوي عليه علم السير وقد أطال إطالة عجيبة في ذكر من ألف في السيرة إلى عصره توفي سنة اثنتين بعد تسعمائة للهجرة في بداية القرن العاشر وأنا أحيل أحيل الإخوة أن يعودوا إلى هذا الفصل الذي كتبه عن جهود علماء المسلمين في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بفروعها في السيرة والمغازي والشمائل والخطب وغير ذلك ثم أيضا الحافظ السخاوي ذكر فصلا كذلك نافعا عن السيرة ولكن أخصر من ذلك الفصل الذي توسع فيه في الإعلان بالتوبيخ في كتابه الرائع الآخر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر والمقصود بابن حجر هنا الحافظ أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني والسخاوي تتلمذ عليه واختص به ولازمه في آخر حياتي واستفاد منه وحمل عنه علما كثيرا ثم كان من وفائه العجيب النادر الجميل لشيخي الحافظ أنه كتب عنه هذا الكتاب الذي طبع في ثلاثة مجلدات ما ترك شاردة ولا واردة من حياة الحافظ وعلمه وجهده وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وشعره ونثره وحياته اليومية وزوجاته وبناته ووصيته وتركته ومرضه وغير إلا ذكرها فأصبحنا كأننا نعيش مع الحافظ في برنامجه اليومي ومن محاسن هذا الكتاب أنه ختمه في آخره بالكتب التي ألفت في السيرة ثم الكتب التي وضعها العلماء في تراجم العلماء كأن يفرد تلميذ ترجمة لشيخه أو أن يفرد ابن ترجمة لأبيه وكل ذلك قد وقع في هذا الكتاب أيضا في آخر الجواهر والدرار عندما ذكر سيرة الحافظ عبدالغني قال أيضا وشارحها القطب الحلبي فأجاد هناك قال وهو نافع جدا وهنا قال فأجاد فإذا هذا الشرح فيه إجادة وفيه نفع شديد لعل نسأل الله عز وجل أن ييسر طبعه أو أن يوفق أحد الإخوان الحاضرين إلى تحقيقه مرة أخرى وإلى نشره لأن التحقيق في الرسائل العلمية أصبح كأنما هو بمثابة القضاء على هذا المخطوط أن لا يخرج وأن لا يطبع ولسيما إذا وزع على أكثر من طالب فهذا حكم مبرم عليه أن يبقى حبيس الخزائن فإذن هذا الشرح والمورد العذب الهني الذي نسخته التركية التي تقع في ثلاثمائة وثلاثين ورقة يدل على أهمية هذا المختصر وعلى القبول الذي وضعه الله عز وجل له بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاع للنور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء أما بعد فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها آمين من حرص علماء المسلمين على المسلمين عندما يؤلفون شيئا يستحضرون المتلقين في أذهانهم فيدعون لهم وهذا قد وقع من العلماء كثيرا وهذا يمثل رابطة علمية روحية بين العلماء وبين المسلمين على مختلف الأزمنة فنحن الآن ويفصلنا عن الحافظ مئات السنين قد اكتسبنا منه دعوة صالحة ودعوات العلماء إن شاء الله هي مقبولة مرفوعة لا يحجبها حاجب الزمان والدعوة لمن يأتي هي سنة نبوية والحافظ حافظ وهو من أعرف الناس بالسنن النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ هذا وشرع هذا فهو قد دعا لنا نحن الذين لم ندرك عصره في جملة من الأحاديث التي قال فيها مثلا نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فبلغها في أحاديث أخرى عندما يقول رحم الله رجلا مثلا فعل كذا وكذا هذه دعوة لمن عاصره وإلى من يقوم بهذا العمل إلى أن تقوم الساعة وهكذا وهذا له مجال آخر إنما فقط أردت التنبيه على أن الدعوة للآخرين وللمسلمين هي سنة نبوية يقوم بها الحافظ فيقول نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها فكل من قرأ هذه السيرة إلى ما شاء الله ينال هذه الدعوة من الحافظ عبدالغني نعم هل فيكم قارئ نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال رحمه الله تعالى نسبه صلى الله عليه وسلم فنبدأ بنسبه فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أودد بن آل مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرف بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساعور بن راعو بن فالخ بن ساروع بن ساروع نعم بن راعو بن فالخ بن يعبر بن شالخ بن أرفخ ابن سام ابن عيبر إلا أن تكون عندك نسخة أخرى عيبر عيبر نعم ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخ شد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متو شلخ ابن أخ نوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد ابن مهليل ابن قينا ابن ياش ابن شيش ابن شيث ابن آدم عليه السلام نعم هذا النسب يذكره الحافظ ثم يحيل فيقول ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه ثم يعلق هذا التعليق الجيد يقول وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه فحسبنا بالمتفق حسبنا المتفق عليه من أراد أن يحفظه فليحفظ إلى عدنان فمن قريش قال هو ابن فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانا التي تنتسب إليه قبيلة قريش من اللطائف هنا وإن كان ليس له صلة بالموضوع لكن تذكرت عندما ذكر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن كنانا ابن خزيمة قبل مدة وقفت على كتاب سيرة علي ابن أبي طالب لأحد علماء شنقيط وقد حققه أحد المحققين المعاصرين فعندما ذكر الشيخ الشنقيطي مؤلف كتاب سيرة علي ابن أبي طالب نسب علي فوصل إلى خزيمة بن مدركة فترجم له هذا المحقق قال خزيمة هو الحافظ ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة محمد ابن إسحاق كذا ولد سنة كذا وتوفي سنة ثلاثمائة وكذا فأصبح الحافظ ابن خزيمة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عجب من العجب كذا كالذي رأى بيت شعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي فقال ابن اللبون لم نجد له ترجمة هو يريد أن يرى سيرة العنز والغنم في كتب التاريخ نعم أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ولادته صلى الله عليه وسلم وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعمل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين وموضع الولادة ما زال معروفا بالتناقل والتواتر خلفا عن سلف وهو يقع اليوم في موقع يسمى مكتبة مكة عند الخارج من الصفا من المسعة هناك مكان أقيمت فيه مكتبة علمية تسمى مكتبة مكة المكرمة فهذا هو موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيد ما معنا لليلتين خلتا يعني لليلتين خلتا في أول الشهر يعني وهذا قول قد يقال خلتا وقد يقال بقيتا خلتا لما سبق وبقيتا لما سيأتي لما بقي نعم وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما والصحيح أنه ولد عاما في نعم وفات والد رسول الله صلى الله عليه وسلم التحديد اليوم غير متفق عليه هناك عدة أقوال لليلتين خلتا أو في الثامن أو في الثاني عشر المشهور هو الثاني عشر وإن كان علماء الفلك يصححون اليوم الثامن يقولون هو الذي يوافق يوم الثنين نعم وفات والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده ومات أبوه عبد الله بن عبد المطالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له ثمانية وعشرون شارا وقال بعضهم مات أبوه وهو بن سبعة أشهر وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطالب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بن شهرين ولكن الذي عليه الجمهور أن والده قد توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا ما عليه جمهور العلماء وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ومات جده عبد المطالب وهو ابن ثماني سنين وقيل ماتت أمه وهو ابن ست سنين وردعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب وأرضعت معه حمزة بن عبد المطالب وهذا الإرضاع ثابت في الصحيح صحيح البخاري وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوم أرضعتهم بلبن ابنها مسروح وأرضعته حليمة بنت أبي ذو أي بن السعدية فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعد نبي صحيح متفق عليه وروا أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة صحيح رواه مسلم وروا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم الآن إن شاء الله نعم وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيمة ورحمة للعالمين هذه لفتة أمس ذكرنا بأن من مصادر السيرة النبوية الأولى المصدر الأول هو القرآن الكريم وهذه هنا لفتة من لفتات الحافظ عبد الغني عندما يذكر في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه الله به أنه البشير والنذير والرؤوف والرحيم ورحمة للعالمين أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وتعد بالمئات وذكرت لكم أن للحافظ جلال الدين الصيوطي كتابين النهج السوية في الأسماء النبوية والرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة ومن أوائل من ألف في هذا الإمام اللغوي أحمد بن فارس متوفى سنة خمس وتسعين بعد ثلاثمائة للهجرة وهذا كتابه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها ولم يستوعب كثيرا كنا الحافظ الصيوطي استوعب استيعابا ما عليه من مزيد وفسر لنا معاني هذه الأسماء الحاشر والعاقب والمقف يقول ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المقف وقد جاء هذا الاسم في الحديث ومعنى المقف والعاقب واحد لأنه يتبع الأنبياء صلوات الله عليهم وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه يقال هو يقف أثر فلام أن يتبعه قال الله جل ثناؤه ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقافية البيت تسمى قافية لأنها كلمة تتبع سائر الكلمات السابقة فأما قوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد فإنه أراد بالقافية القفى وإنما سمي قفا لأنه خلف الوجه وقال قوم إنما هو المقفى وجه آخر في قراءة هذا اللفظ المقفى بفتح الفاء يكون مأخوذا من القفى والقفي الكريم والضيف والقفاوة هي البر واللطف فكأنما سمي المقفى أي المكرم من الله سبحانه وتعالى وليس فوق إكرام الحق سبحانه وتعالى لنبيه إكرام ثم يقول ابن فارس والوجه الأول أحسن وأوضح والأشبه بالرواية وكلاهما مقبول وكلاهما صحيح نعم قال رحمه الله تعالى فصل نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجه مع عمه أبي طالب إلى الشم وزواجه بخديجة ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطالب وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطالب وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته فلما بلغ أثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشم حتى بلغ بصر فرآه بحيرا راهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا للنبي وإن نجده في كتبنا وسأل أبا طالب فارده خوفا عليه من اليهود ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميصاره قلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بصر فباع تجارته فلما بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة عليه السلام نعم ابتداء الوحي فلما بلغ أربعين سنة نتوقف نتوقف هنا قال فلما بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة عليه السلام ونختم هذا المجلس بهذه القصة شكرا للمشاهدة وعادت العلماء أنهم يختمون مجالس الإملاء بشيء من الشعر ونحن نستن بسنتهم ونقتفي أثرهم فنعمة السنة هي سنة من سلف قال أحد الشعراء يسأل عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة الذي توقفنا عنده قال صادق في كلامه وأمين ولهذا أتت به تستعين كلفته أمر التجارة تدري أنه للنجاح شهم ضمين من تراها؟ من أرسلت ليراه؟ وهي تدري بأنه لا يخون ما العجيب الذي الرفيق رآه ثم ما الخطب بالذي سيكون فقلت في جواب هذا السؤال يا حبيب القلوب أنت المكين يا جميل الفعال أنت الأمين كيف لا ترتمي إليه قلوب كيف لا تنتحي كيف لا ترتمي إليك قلوب كيف لا تنتحي إليك عيون ولهذا أتت خديجة تسعى أن تكون الذي به تستعين من سوى ذلك الأمين يرجى من كفيل للمكرمات ضمين ذاك مالي وذاك قلبي فخذه أيها التاجر الذي لا يخون وغلامي فخذه معك رفيقا لينص الأمور كيف تكون والأعجيب في الطريق ظلال وأمان وروعة وسكون أرهصت بالنبي تلك المعاني وأشارت بأنه المأمون أي عيب إذا أرادته زوجا إن هذا هو الرجاء المتين وسعت للزواج من بعد هذا وتوالت سعادة وفنون وأتاها منه البنات الغوالي وبنون ونعم تلك البنون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا